والحمد لله رب العالمين أيام رمضان صرمت والدوام والبقاء لله ورمضان يصعد إلى الله تعالى ليدلم شهادته لنا أو علينا والسؤال الذي يطرح دائما عند نهاية هذا الشهر الكريم ومغادرة هذا الضيف الكريم في اتجاهه إلى رب العالمين كيف يمكن للإنسان أن يكون قد تزود من هذا الخير حتى إن شاء الله تبارك وتعالى يثبت في بقية الأيام كلها على الطاعات كما هو في رمضان كم من إنسان يصلي في رمضان وإذا انتهت أيام رمضان عاد إلى عادته فترك المساجد وترك القرآن وترك ذكر الله كأنه يعبد رمضان ولا يعبد رب رمضان كأنه جعل للطاعات مواسم وللعمعاص مواسم والله تعالى لم يريدك أن تعبد الله في رمضان إنما يدربك في رمضان لكي تثبت في غير رمضان كأن رمضان مدرسة أربوية تتدرب فيها على الاجتهاد حتى تستعين بالطاقة التي تزودت بها في رمضان لكي تستمر في مسيرك إلى الله تعالى على طاعة الله هذا المقصود لعلكم تتقون أي أن الله افترض عليكم صيام هذه الأيام كما افترضها على الذين من قبلين من الأمم لعلنا نأخذ من زاد التقوى وإن خير زاد زاد التقوى الذي يصحبنا في طريقنا وصفرنا إلى الله سبحانه عز وجل انظروا إلى عيسى عليه السلام ما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركاً إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وليس فقط في رمضان فالمطلوب من الإنسان إذن أن يستمر على طاعة الله فقد أثر عنه صلوا على الحبيب كما عند عائشة أن النبي قال خير الأعمال عند الله أدومها وإن قل خير الأعمال عند الله ما كان ديمة ولذلك فقد ربط الله تعالى الأجر على دوام العمل لا على العمل يقول لك إنبهي صلى الله عليه وسلم من قرأ في كل ليلة سورة تباركة نجاه الله من فتنة القبر أي كل ليلة العبرة مشي تقرأ وحد النهار وما تقرأش إلا بقرس وحد النار لا يصدق عليك الحديث المقصود بالديموم على العمل يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الذي يقرأ في دبر كل صلاة آية الكرسي لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت أي في كل صلاة أي لا تأخذ هذا الأجر إلا إذا كنت تواضب عليه دائما فالله تعالى يعطي الأجر على دوام العمل من صلى في كل يوم إثنى عشر ركعة من غير الفريضة بنا الله له بيتا في الجنة المقصود دائما دائما فأحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل تصلي في رمضان ثم تترك الصلاة في رمضان تصوم في رمضان ثم تترك نافلة الصيام في غير رمضان تستمع إلى القرآن تشنف الآذان ثم تترك سماع القرآن وتلاوة القرآن أأنت تعبد رب رمضان أم تعبد رمضان ولذلك لا بد للمسلم أن يعرف ذلك جيدا ويقف عنده ويستعد ويتساءل دائما عند نهاية رمضان يا رب هل أستطيع أن أعرف إن كنت قد قبلت من الصيام أو رضدته عليه قال العلماء علامة واحدة يمكن أن تعرف بها إن كان صيامك مقبولا أو مردودا عليك ما هي يا ما هي إن دمت على العمل الطيب بعد رمضان دائما خير عمال أدومها إن كنت تجيم على العمل الصالح والطاعات بعد رمضان فاعلم أنك قد وفقت وأن هذه علامات القبول لأن الله وفقك بعد رمضان فاستفدت من دروس رمضان وإن كنت عياذا بالله ممن يدبر بعد رمضان ويتراجع ويترك العمل فذلك دليل الخذلان وعدم التوفيق عياذا بالله فكأنها إشارات إلى أنك لم تستفد وإشارة إلى أنك عياذا بالله يمكن أن يكون قد رد عليك عملك فاحذر يا عبد الله 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 والسؤال الآن هو كيف نثبت بعد رمضان يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب نريد أن نديم على الطاعة فهل ثمة من وسائل تعيننا على الثبات بعد رمضان ما هي هذه الوسائل إن كانت موجودة دلنا عليها يا الله سبحانك رب سبحانك 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 فعلا هناك الكثير من الوسائل وسأجملها إن شاء الله حسب ما يسمح الظرف والوقت بذلك أولا لا حلو لا قوة إلا بالله العليل العظيم الإيمان الطاقة التي تعينك في سفرك على الله تفقده تفقد قلبك وعلاقتك مع الله فمن الناس من يمضي الساعات الطوال أمام المرآة يصلح من ظاهره حتى يبدو للناس في صورة مقبولة وينسى قلبه وربما كان قلبه أسودا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهل تنطلق إلى الله في طريقك إلى الله بقلب ميت فارغ مليء أسود مرباد الله مجهد جاك مجهد جاك مجهد لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله فعلى الإنسان أن يجدد إيمانه وأن يقوي إيمانه فقد قال الحبيب صلوا عليه جددوا إيمانكم فإن الإيمان يبلى في الصدور كما يبلى الحديد أو كما يصدأ الحديد إذا أدخل البحر فالإيمان يبلى يحتاج إلى تجديد والإيمان يصدأ يحتاج إلى جلاء قالوا وما جلاؤه يا رسول الله القلب حينما يكسو القلب حينما يصدأ فيحجب عن نور الموعظة ويكون أبغض إليه أن يسمع الموعظة فقد قال في سورة الزمر يا الله وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وفي سورة الحج وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عنهم آياتنا أما عمل هذه المساجد عياذا بالله أن تفرغ وتخلو من هذا النوع فقد سيم الإنسان عياذا بالله يسمع أصوات الغناء في الليل على الساعة الزوش يقضون مضع الجيران ولا يتحدثون ينسانون كالزئران إلى الجحور فإذا صرخ فيهم إنسان بموعظة الله تراه عياذ خرج من المسجد لا ردك الله إلا مسجد هذا هذا مسجد هذا هذا المسجد هذا ذهبنا إلى كل مكان في الشرق والغرب وكنا نعطي الدرس ساعتين بعد العشاء فيسكت الناس والإمام هو المسؤول لو أشار إلي بطرفة عين لواقفت وليس لأحد الحقا يتحدث في المسجد إلا الإمام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا للوسيلة والفضيلة وابعثوا اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وحكما وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين إن من أعظم ما يثبتك ويجعلك تثبت هي أن تتفقد قلبك موطن الإيمان التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير ثلاث مرات إلى صدره فعلى الإنسان إذن أن يجدد الإيمان دائما لأنه منبع الطاقة التي تعينه على الصفر إلى الله فالقلوب الفارغة تقعد بأصحابها وإذا فرغت بالإيمان تمتلع عياذا بالله بكل ما سوى الإيمان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أتريد أن يكون القلب محل لحب الملك والإيمان والعمل الصالح أم أن تجعله مكانا يتصدره الشيطان فيملي على الإنسان ما يريد فيصبح الإنسان جنديا لإبليس إن الفيصل والفرقان هو أن تهتم بقلبك ما جلاؤه يا رسول الله قال أكثر من ذكر لا إله إلا الله وتلاوة القرآن لا إله إلا الله لو وضعت السماوات السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله لا يسبقها عمل لقد لقي عبد ربه بتسع وتسعين سجل مسود من الذنوب على مد البصر وجاء فوقف بين يدي الله خاشعا ذليلا يوقن الهلكة فيقول الله لا هل ظلمك كتبتي لا يا رب إذا أدخلت إلى النار أتكون مظلوما لا يا الله فقال الله لا هل تذكر أنك اقترفت في الدنيا حسنة قال لا أذكر قال إن لك عندنا حسنة استودعتها وإنه لا ظلم اليوم قال رب حسنة ما عسى حسنة أن تفعل مع تسع وتسعين سجلا مسود بالذنوب قال لا ظلم اليوم يا عبدي فأخرجت له بطاقة أي وريقة صغيرة فرآها فاستصغرها وازدراها وقال في نفسه كيف يمكن لوريقة صغيرة مثل البطاقة أن توضع في كفة الحسنات وكفة السيئات فيها تسع وتسعين سجلا كيف يمكن لهذا العبد أن ينجو إنها الهلكة فقال الله له لا ظلم اليوم الله فوضعت البطاقة في كفة الحسنات فطاشت بهم فإذا في البطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله قولوها لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قال النبي الأكرم والذي نفسي بيده لو وضعت السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله الإنسان وش حال يفوت نتعالها دراق في القاوي وش حال تجعل الكلام الفارغ وش حال نتعال له الذي يقسي القلوب فيكثر من ذكر الناس ويكلم الناس ويطرك تكليم الله كان عيسى إذا مر على الحواريين فوجدهم يتناقشون يقولون لهم يا معشر الحواريين كلموا ربكم كثيرا وكلموا الخلق قليلا فإن كثرة تكليم الخلق إنما تجعلك تغفل عن رب الخلق فاذكر رب الخلق فهو الذي خلق وأنعم وهو الذي هدى أتنسى كل هذه النعم التي أغرقك فيها فتذكر غيره فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون من ذكرني في نفسه الله ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي يذكرني فيه من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعة ومن جاءني يمشي أتيته هرولا تقرب إلى رب أقسم بالله إنه الحليم الكريم أرحم من رحمة الوالدة بولدها لو يعلم المدبرون عن بابه شدة اشتياق الرحمن لعودتهم إليه وطرق بابه لا تفتتت أكبادهم شوقا إلى الله الله لحبيب ربي تنساه غيفة رمضان تنسى الصلاة تنسى ربي هو اللي يعطيك الإيمان هو اللي يعطيك الرحمة هو اللي يعطيك الذكر إلجأ إليه ومن لجأ إليه أقسم برب العرض والسماء لن يخيم وبقدر إقبالك على الله بقدر إقبال الله عليك ولو أقبلت على الله بقلبك صادقا لرأيت منه العجب العجاب لرأيت الفتوحات لرأيت الكرامات لرأيت كل التوفيق فيك وفي بدنك ودنياك وأهلك وصحتك فالله يحفظ للمؤمن صحته ويحفظ له دينه ويحفظ له إيمانه ويحفظ له أولاده والله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين الإيمان يا أخي ولذلك فإن الإسلام شرع لنا محطات كما ذكرنا إيماني في اليوم والأسبوع والشهر والسنة حتى تتزود بالإيمان لتتمكن من السير إلى الله فهناك محطات في اليوم هي الصلوات الخمس أتريد أن تثبت طوال العام وأنت تسمع منادي الله ولا تستجيب تسمع الله يقول الله أكبر من تجارتك من عملك من اللغو الذي أنت مشغول فيه من شهادتك من كل شيء أنت منهمك فيه فهذه الساعة هي لله فعليك أن تقف ضيفاً على الله في بيته وحق على المزور أن يكرم زائرة عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل رسول الله قال أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها خمس صلوات من حافظ عليهم كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ويغفر ذنوبه وإن لم يحافظ عليهن لم تكن له لا نوراً ولا هدايةً ولا نجاةً من النار شوف يا أخويا شوف صلواتك زاد الإيمان اليومي تقف فيها بين يدي الله مطرق الرأس مسمراً عينيك في مكان سجودك فيذر الره الرحمات على رأسك ما دمت بين يديه واقفة لا تلتفت في الصلاة ومقبلاً بقلبك إلى الله تبارك وتعالى سبحانه في الأسبوع هناك اليوم الغاد يوم الجمعة من بكر وابتكر وغسل واقتسل وراح في الساعة الأولى يكون كمن تقرب إلى الله تعالى ببدن ثم ببقر ثم بكبش ثم بدجاج ثم ببيضة والملائكة المنزلة من السماء عند أبواب المساجد تدون في لائحة خاصة كل من حضر إلى المسجد قبل صعود الإمام إلى المنبر فإذا صعد الإمام إلى المنبر غداً هنالك تطوي الملائكة الصحف ثم تروح عن يمين وشمال الخطيب تكتب الخطبة مع لائحة الحضور فتعرض على الله في كل أسبوع الله وفي الشهر تعرفون الأيام البيض وفي السنة تعرفون يوم عرفة ما رؤي الشيطان أبأس ولا أحزن من هذا اليوم لما يرى من سعة فضل الله ورحمته التي يفضها على أهل الموقف حتى قال رسول الله رأيت الشيطان يحث التراب على راسه لما يرى من فضل الله ورحمته في هذا اليوم وإن أكبر الكبائر يوم عرفة أن ينزح الإنسان ويدفع من عرفة وهو يعتقد أن الله لم يغفر له هذا من أعظم الذنوب الله والنبي يقول لنا لمن لم يشهد عرفة إني أحتسب عضى الله لمن صام ذلك اليوم تكفير سنة قادمة وسنة ماضية يوم واحد يوم واحد يا أخي محطات ويوم عشراء عشر محرم يحتسب النبي لمن صام أن يكفر سنة كاملة أما إذا جاء رمضان والعشر الأواخر التي نحن فيها فيا حسرتاه على من ضيعها والشقي من حرم فضل ليلة القضر أيام تجمع لك من الخير عمل سنين وقرون أما إذا صدقت مع ربك وأقبلت عليه مخلصة في صلاتك وذكرك ودعائك هذه محطة سنوية هذه محطات تحيي القلب كان بيقول أرحنا بها إحياء القلب بذكر الله إحياء القلب بالصلاة إحياء القلب كما أجاب النبي هذا الرجل كلم يحييه لا ذكر الله يذكره هو غفل سبحان الله سبحان الله كي يجي يبقى يهضر في الناس أبل محروق الأخوار كذا كذا والي يصلي ربعين عام ويقول لي لنخدمته مقاطع الرحم متكبر فيه العجب يا رب يا رب يا رب لم تنفح صلاته ولا العبادات ولكن يمكن أن يجد في صيدرية الرحمن من الأدوية غير الصلاة والذكر لكي ترتب قلبه فها هو الرجل من الصحابة يأتي إلى رسول الله يقول يا رسول الله إني أشكو قسوة قلبي أنا أعالي من قسوة القلب لا أن تفع بذكر الله أسمع القرآن ولا أبكي أسمع الموعظ وقلبي غافل الله ماذا أسمع قال أتريد أن يلين قلبك أي أن تذهب قساوته وتدرك حاجتك قال له على هالشي لا جيت يا رسول الله لا لا جيت على هالشي قال امسح على رأس اليتيم وجالس المسكين وأطعم من طعامه يلن قلبك وتدرك حاجتك فإنما قسى قلبك لأنك متكبر مغلق بابك على المساكين لا تخالطهم لا تجالسهم ألا إن مجالسة اليتامى والمساكين ترهف الحسة وترقق الشعور وتخرق حجب الغفلة وتستطيع أن تنتفع إيمانياً وروحياً بجلسة مع الضعيف لأن الضعيف إذا جالسته سمعت منه الحمد على قلة الحال فعسى ذلك أن لا تزدري نعمة الله عليه فمن سعادة المرء كما أخبر النبي في وصيته لأبي ذر انظر إلى من هو فوقك في الدين وانظر إلى من هو تحتك في الدنيا فإن نظرت إلى من هو تحتك في الدنيا شكرت الله على النعم التي حرم بها الكثيرون ولا تزدري نعمة الله عليه وإن رأيت من هو فوقك في الدين احتقرت نفسك ولم تزكي نفسك واتهمتها بالتقصير فإذا بك تجعله قدوتك ويشرأ ببعنقك لكي تقتفي أثره أما إذا كان الأكس تنظر إلى الدين إلى من هو تحتك تقول إحنا رحنا مخير وانتبارك الله وإحنا ما تشوفش عيوك وترى إلى الدنيا إلى الناس للفوق دعما تجعل الدنيا فقال النبي لعائشة عندما كان يفارق الحياة اسمعي يا عائشة أوصي لا تجالس الأغنياء مقصود الأغنياء شكوهم الغافلين عن الله أما الغني والشاكر فهو أفضل من الفقير الصابر وقل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور لا تجالس الأغنياء فعسى ذلك أن يطمعك ويجعلك تجوعين على الدنيا ومن جعل الدنيا همه فرق الله شملة وجعل الفقر بين عينيه ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه الله مجالسة المساكين تحيي القلب روح شوف لها صدر يبو عمول شوف لها الساكنين خاصتنا هذه النهارات نتالعين الله وخاصة اليتام أنا وكافل اليتيم كهذين في الجنة إنا أحد الصبيان من اليتام على عهد رسول الله آه وجده النبي بعدما عاد من صلاة العيد يبكي قال ما يبكي قال هؤلاء صبيان المسلمين يلبسون لباس العيد اللباس الجديد وأنا لا أجد إلا هذه الأسمال البالية التي تواري بعضا من سوءتي أتدري يا رسول الله لماذا إنما لبسوا الجديد لأن لهم من يكفلهم أما أنا أبي فقد استوشهد قال ليس لي من يكفلني ما عنديش أنا ونهار العيد داروا ربي باش تفرح جعل الناس علش دارنا زكاة الفطرة علش احتعل المسكن يخرج باش قاعد الناس قال لبس الله علي ويسلم للصائم فرحة تانية فرحهما فرحة عندها فطرة واخذ فرحكي المسكن كن غاني يقول لها فرحه غير الأغنية والمسكية يا ما شيء شيء فرحان شيء ما شيء فرحان قال له يا فلان أنا تحب أن يكون محمد رسول الله أبوك وتكون فاطمة أختك وعائشة أمك قال أصحيح يا رسول الله أصحيح يا رسول الله فأخذه النبي فاستقبلته فاطمة وعائشة ثم أكلم وخرج بحلة جديدة يفتخر بعدما خرج في الصباح منكسر القلب دامع العين مكسورا حزينا خرج وقد امتلأ حبورا كأنه يملك الدنيا كلها وهو يقول للصبيان أهلا إن أبي رسول الله وأختي فاطمة وأمي عائشة شو سبحان الله هذا الرجل يحييه ربي يحييه ربي ويعيش ويقاتل عليا في صفه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن فمن أراد أن يرقق القلب الذكر والقرآن والدعاء والصلاة والفقراء رابعا إذا أردت أن ترقق قلبك فعليك أن تعيش الآخرة حقيقة لا شعارا ولا كلاما فإن الناس لم يعودوا يؤمنون باليوم الآخر إيمانا حقيقية أرأيت الذي يكذب بالدين شكول يا ربي اللي يكذب يومت القيامة أنا أحسب لي غدي يقولنا ربي اللي ما يقولش اللي يقول ما كيش يومت القيامة سعى قال لك يقول يومت القيامة كي لا أن يؤمنوا باللسة فذلك الذي يدعو اليتيم أن يكذب بالدين عملية لأن اللي آمر بأنه يلقى الله يرحم الضعيف والمسكين ولأن الله ابتلاه بالفقر وابتلاك بالعطاء وجعل خيره عندك وعم الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان وعم إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث أكلا لما الآخرة يا أخويا باشي تفكرنا الآخرة هاوما يسمعوني الفقهة والخوطة يتكلم له عن الأقبر وعن الموت وعن الجنة وعن النار وبحال ما اسمعش عاد يجيني النعاس عاد كاين اللي يزقي يقول لك خللينا طرانكي الله باشي باشي تذكر الأخير قال رسول الله يا أبا بر غسل الموت فإن معالجة فإن معالجة جسد خاو موعظ بليغة انظر إلى صديقك الذي كان يمشي معك تزوج أكل ملك شرب تنعم سافر فعلى ما يفعله الأحياء ها هو بين يديك لا يستطيع ليدك ردا تقلبه كيف يد شاء الله 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 حينما ينام العبد على فراش الموت ينادى من السماء عبد الله أين قوتك رجلت وتسب ربي في رمضان وتسب الدين وتسمع للصلاة وما جيش تصلي ها تصليغي في رمضان ها ما تبعدك لقاء الله ها أين قوتك لما اندرتك الجهد لما اندرته تصارع به الناس تخون به تكبر به ألا يذب الله ما أضعفك اليوم دوام الحال من المحال نموت في كل يوم آلاف المرة فالخلايا يومنا ليست خلايا أمسنا وفي كل يوم تموت خلايا جدد لأنه قرب إلى موعدنا المحتوم في يوم معلوم الله عبد الله أين ريحك الطيب ما أنت نريحك اليوم تدخل عليه مسكين خرج له من الصدير ولا ما عندوش اللي يغسلوه ايه على حالة دخلنا على واحد سيد مسكين وما كيش اللي يكرموا ويغسلوه فوجدنا عياذا بالله ما لا ينبغي أن يذكر هيا أنت اللي كنت دير ريحا وتمشي الخدمة والقرافات هذي حالتك ما كيش حتى اللي ينقي ايه يا ربي يا ربي حتى مرتك هربط بيك ايه يا ربي عندنا في فلاش الطوبة في الريفايون تعال عام اللي فات مرتهم مشت تفوت الريفايون فاس والبنت مشت تفوت الريفايون فمراكش وما تبعدوا هرسوا عليه الباب ضربوا للمرة قالوا لها راجلك مية قلت لهم استنها واستنها ونضربوا للمنت ضربت المراكش للمنت قلت لها بابي مات ادفنوا بابي وحيدا مش عام واحد ما تحت تهرسوا عليه الباب خناس سبع ايام ورفضوا هكذا هذو من المستلمين مش عام الواحد هاي ناري حكا الطيب فين يا ابن يا آدم أين فصاحتك ما أخرسك اليوم سقسي هو يهدر معاك شاخص في بصري للسماء فرق لسلك ونزق به في الجوة مع عبد الله يبس صافي خلونا نزقه وغيم حد نحيا وغير جيد ردي سكتنا مولنا الله 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 سبحان الله سبحان الله فإذا خرجت روحه وجاء من يغسله فإنه يضطعض فإذا كف ولم يخرج من الدنيا إلا بهذا الثوب اليتيم فيستوي مع كل من يخرج من الدنيا من الأغنياء فسبحان من تجسدت عدالته في الموت فيخرج الملكة من قصور كما يخرج الفقراء من قبور صلاة جنازة جنازته رجل صاف قال نسيد النبي ومنين يحطوه على المحمل وغادي الدونة يا أخلا دار شركه يا القلوب القاسية اللي ما تفكرش الموت يا ابن عمي وشعال يكون ابن عمي وعر يا القلوب اللي ما تفكرش الموت وما يعيش الموت يصرخ قلكن فيسمع صراخه كل مخلوق إلا الثقلان فيقول يا أولادي يا أحبابي يا أصحابي لا تغرنكم الدنيا كما غرتني ولا يغرنكم جمع المال كما غرني جمعت المال كله وتركته كله وأحاسب عليه اليوم لوحدي كله فالويل لمن ترك عياله بخير وقدم على ربه بشر ما تخلون الولاد ما تخلون الولاد ما تخلون الولاد تبيع الدخوان تخلون الولاد لها غير الدخوان شمع وتصلي أتبيع عياذا بالله حراما لكي تتجر بعلام الناس ما تخلون الولاد من حرام من حرام في النار وعول به كيف تريد أن يكون لك قلب مرهب وقد قسى بالحرام إن شاء الله تعالى صافية كسحة إن شاء الله قال لك زي جاء واحد دقيق خشا فالموت خمس دقائق الموت إن شاء الله تعالى من أعظم ما يعالج به الإنسان قسوة القلب هذه واحدة ثم هناك زيارة المقابر قال رسول الله وزور المقابر فإنها تذكر كالآخرة نحن ينمشون زور المقابر ولكن المقابر نصبهم بحل السوق غادي تشوفوا عدة العيد ولكن غدى العيد حرام علينا نبدلوا الفرحة ونمشون نتباكيوا عند القبور تشديدوا الإحزاني حرام ونفي الإسلام دائرين واحد سطر كبير هذا العيد يا حبيبي العيد دار التغافر دار التسامح دار التزاوة دار نمشون عند المساق نمشون عند الأحياء الميتين عندهم نهرات خرين تمشي عند الميت وتبقى تلقي في نهار العيد حرام عليك حرام حرام عليك حرام عليك المقابرة ما تدارش لهذا شيء وبيع الخبز وبيع الما وبيع يبقى حالي مشيت البيسري ما مشيتش المقابرة ولا البيسري مشي هكذا قال رسول الله زوري المقابر فلعل ذلك يذكرك الآخرة ويزهدك في الدنيا والمرأة والنساء يمشي وقع أكثر في العيد أنا نقول للنساء في كل خطبة نتاع العيد نقول لهم يا النساء هذه هي الحالة التي تمشون فيها في العيد المقابرة راجلك تقلسي في الدار ويدعي له ولا تمشي بذلك اللباس وتختار طمعه عند الباب وفي النهار نتاع العيد في يوم الجائزة وتمشي مع البنت أشعرها عريان أبوك بغي ذلك الحالة هو عند ربي أبغابش جي عنده البنت شعرها عريان تلعنها ملائكة السماء ويلعنوا احتبها اللي ربها هتوريدين الرحمة لأبيك فاستوري نفسك وادعي له في بيتك زوري المقبرة إن كانت ترغبك في الآخرة وترقق قلبك أما لمكتش أقلس في دارك تدور على شيء دواخر أنت الدوان تعك ماشي أصبيرين شوف شيء دواخر رح للصيدلية شوف شيء دواخر أنا كان أعطيك وعلى المجموعة أنت الدواء كل واحد واسمه يصلح له اللي يرقق له قلبه هناك أيضا الصلاة على الجنائز قال رسول الله وصل على الجنائز فلعل ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل الله يتعرض لكل خير الله أما المسائل الأخرى اللي ترقق القلب الدعاء زيد أكل الحلال فإن أكل الحرام من أعظم ما يقسي القلب أنت يا تأكل الريبة وتسلف بلانتيريس أبغي تربي بارك لك في إيمانك لأن أكل الريبة عياذا بالله هو شن حرب على الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذنوا ما بقي من الريبة إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله قال رسول الله أكل جره من واحد من الريبة أشد عند الله من ست وثلاثين زنيا أدناها أن يزن الرجل بأمه في صحر لأن تريس اللي طلط به الناس ليش لي فريجي دار بلان تريس شري اللوتو بلان تريس صحاب الضيار ما هضرناش عليه بقلنا الدار قاعد دار قاعد دار بقينا نغمضوا عيننا لأنها ضرورة أما اللوتو بلان تريس تليفيزيو بلان تريس فريجي دار بلان تريس حتى اجتمعت علينا في الأحياء ما يسمى بجمعيات السلفات الصغرى جيني المرأة في دا ولد في الظهر ولد جرؤ ولد في البطن ديالها تقول لهم تتابعيني غادي يدخلوني للحبس راني سلفت على الجمعيات كده وجمعيات كده ايه تخربت البيوت كي يجيوا عندي في الصناعة التقليدية النساء والرجال اللي داروا قول يقول لهم يا خلد تشاركوا ما بغيتوش تسمعوه لا يشركوا تديروا تسلفوا بالربا نطيفة أماليك يشرب الخمر وهذا يكشيو لأنها تكلموا مع المؤمنين اللي يجيوا الجوامع هذا الخمر يقول لهم غادي عندكم تشريو بالبيس ريات اللي فيهم القمر لا أقول لكم لا تشربوا الخمر فالخمر أم الخبائث ولكن الله لم يحرم شرب الخمر فقط إنما حرم الاقتراب منها فملعون فيها عاشرة البائع الشاري اللي يسرب اللي يأسس العاصر المعتصر هاكلوا ثمانيا اللي يقرب من قريب أو من بعيد من هذه المتاجر التي تبيع الخمر يزيد عنها عن الإثم والعدوان وفي أحيائنا متاجر لفقراء كان الأولى أن نعينهم ولا نفتنهم في رزقهم بطرقهم والذهب إلى متاجر تشيع الخمرة في أمة رسول الله كملت يا كاس كملت كم سميم الله يجعل سيد ربي يكمل عمر رفط الله الله يجعل مولانا يا ربي كمجمعتنا هنا الله يجعل نقدم أحببنا رسول الله الله يجعل يشوف فينا ربي وحد يشوف إن شاء الله اللي عمر ما يسخط علينا الله يجعل نقدم إن شاء الله من أهل هذه الجائزة بارك الله في إيمانكم وفي دينكم وفي صحتكم وأولادكم وأجر الله على إيديكم الخير الكثير وله لا يعذب شي واحد من أمة حبيبي محمد وله لا يدي شي واحد حتتب عليه يا ربي والله يرحم والدين ووالدكم أجمعين ويرحم سائر أموات المسلمين أجمعين ونعاود ندعيه للناس اللي كانوا وراء إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود الله يجعل سيدير يبركنهم في الإيمان وفي الدين وإصلح لهم الوليدات والله يرحم لهم الوالدين الله يجعل سيدير بيرحم هذاك الوالد الله يجعل سيدير بيجدد عليه الرحمات الله يرفع إن شاء الله تعالى المنزل أنتعوا مع النبيين والمرضيين من الصديقين والشهداء والصالحين والسي عبد الرحمن دينا السي عبد الرحيم الحج السي عبد الرحيم الإمام تعنا اللهم يا ربي كما جعلته إمامنا في الدنيا فاجعله إمامنا في الدنيا والآخرة اللهم ارفع قدره في الدنيا والآخرة اللهم يا رب أسألك وهذه الليلة ليلة يستجاب فيها الدعاء والعباد عباده أن تجعله من أهلك وخاصتك يوم القيامة وتجعله ممن يوقف بين يديه في عد باب الجنة فيقال له كما كنت تشنف أسماع المسلمين بتلاوة القرآن فقرأ ورطل ورقأ لكي تكون منزلتك بجوار الإله الواحد الحنان الله لحاجل حسن الله يرحمه الله يسأله إمامنا وشيخنا الذي تعلمنا على يديه في هذا المسجد حينما جئنا من البادية إلى المدينة أول شيخ جلسنا عنده وجمعنا ركبنا عنده وصرنا نستمع إليه بعد الصبح وقبل الصبح وبعد الظهر في رمضان وبعد العصر وبعد العشاء اللهم ارفع قدره اللهم قدس روح وهو في أعلى الجنان الخلي واللي كان قبل بيسمه أحمد النهاري الله يرحمه الله يوسع عليه الله يجعل صديق ربما يرحم جميع أمات المسلمين وإنتم مارفدوا يديكم من الاسمه وحضروا قلوبكم رحنا غدير رفعوا الحوائج انتعكم لمن بيده قضاء الحوائج كل واحد يحضر حاجته كل واحد استدعي قلبك واستحضره فإن الله لا يستجيب دعاء لسان وقلبه لا يا ربي أنت للحيي الكريم الذي تستحي إذا رفع العباد إليك من الصائمين القائمين العاكفين أن تردها صفرا فها أنا رفعت لك حوائج الجميع فاقضي حوائج جميع الحاضرين يا رب يا رب يا رب وصلى الله على الحبيب والحمد لله